عقدت نقابتان المهندسين الأردنيين والمهندسين الزراعيين مؤتمرا صحفيا السبت للإعلان عن تعركات النقابتين القادمة فيما يخص حقوق المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية ودعت منتسبيها العاملين في وزارة التربية والتعليم للإضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمطالبة الحكومة بمساواتهم بزملائهم العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من حيث الحوافز والمكافآت نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد قال إن ظلما كبيرا مورس على المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية مطالبا بإعادة الحقوق لهم أسوة بزملائهم العاملين في وزارات أخرى وتقاضيهم الرواتب المنصوصة عليها في القانون كحق عادل لهم نحن كنقابات نعتبر أن وضعهم غير سليم وهم مورس عليهم ظلم لفترات طويلة نحن كنقابات نطالب بإعادة الحقوقهم حيث أنهم هم مهندسون يعملون في وزارة التربية وهي مؤسسة حكومية كأي مؤسسة أخرى أي وزارة أخرى يجب أن يتخاضوا الرواتب المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين التي تعطى لجميع المهندسين في جميع القطاعات الأخرى هذا مطلبنا الأساسي مطلب حق ومطلب عادل ومطلب دستوري المواطنين الأردنيون السواسي أمام القانون نحن نطالب بمساواتهم في زملائهم في الوزارات الأخرى هذا نحن نعرف أن الوضع المالي للدولة هناك مشكلة في الوضع المالي ونحن لا نطالب خارج الأطر القانونية والأطر المقبولة ضمنا ولا نريد أن نزيد أي أعباء على موازنة الدولة نحن نريد أعطاء الحقوق للمهندسين نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي قال إن النقابتين معنيتين بالدفاع عن المهندسين والمهندسين الزراعيين نتيجة الظلم والتجاهل الذي لحق بهم نحن معنيين بالدفاع عن منتسبيننا في التربية والتعليم هناك ظلم كبير يتعرض له المهندسين والمهندسين الزراعيين في التربية والتعليم نتيجة التجاهل المستمر وطلباتنا المستمرة ونحكي بكل صراحة نحن فيه رقاة تمت سواء على مستوى الفردي مع نقابة المهندسين ولا نحن كنقابة مهندسين الزراعيين وكانت الإبر التخدير لا زالت هي هي سواء كان معهم ولا معنا نتكلم بنفس الشيء وللأسف هناك وعدات كثيرة لم يتم الاستجابة إلها مطالبنا مطالبنا بسيطة زينا زي أباقي المؤسسات الموجودة كل المؤسسات الحكومية إلها علوات ومكافآت وحوافز الطلب الوحيد أن نحن نتساوى إحنا والمهندسين الزراعيين في مثل باقي المؤسسات الثانية وحضر المؤتمر أعضاء من لجنة التربية والتعليم في نقابة المهندسين الزراعيين وأعضاء من لجنة متابعة حقوق المهندسين في وزارة التربية حمز نايف لمعاني الحقيقة الدولية